لم يعد وجود تنظيم حزب العمال الكردستانية المصنف إرهابياً في العراق من مسألة إزعاج لتركيا ولكردستان العراق فحسب وإنما بدأ أنفوذه يقلق الحكومة في بغداد أيضاً بعد أن شكل شبه حكم مستقل في شمال غربي نينوى وقاعدة عسكرية تثير التوتر في المنطقة الاستراتيجية بين سوريا والعراق والتركيا الجيش الحكومي وفي محاولة قام بها في شهر عيار الماضي لبسط سيطرته على قضاء مخمور حرك قطعاً عسكرية لمحاصرة مخيم تنظيم بيكاكا وانتشرت هذه القطع العسكرية في محيط مخيم التنظيم في مخمور دون أن يتخذ خطوة تصعيدية مصدر في قيادة عمليات نينوى أفاد بأن العمليات العسكرية التي بدأها الجيش في محيط مخيم حزب العمال الكردستاني توقفت بعد أسبوع من انطلاقها مشيراً إلى أن هدف العملية لم يتحقق لغاية الآن لأن الجيش لم يفرد سيطرته داخل المخيم ولم يقم بإنشاء نقاط عسكرية بداخله ولم ينصب أبراجاً أو كاميرات مراقبة بحسب ما كان مخططاً له المصادر كشفت أن الجيش تجنب الصدام مع تنظيم بيكاكا المصنف إرهابياً عازية ذلك إلى خشيته من سقوط خسائر بشارية لكن مراقبين نافوا أن يكون ذلك هو السبب الرئيس مرجعين الأمر إلى أوامر إيرانية بعدم اقتحام المخيم باعتبار أن تنظيم بيكاكا يتلقى دعماً إيرانياً ويلعب دوراً محورياً في خدمة المشروع الإيراني الرامي إلى زعزعة الأمن وإقلاق دول الإقليم تنظيم بيكاكا لم يكن ليتمدد في العراق لو لا موافقة الأحزاب الحاكمة في بغداد وتعاونه مع ميليشيات الحشد وخصوصاً في نهاية فترة حكومة المالكي وبداية حكومة حيدر العبادي